مدفع الإفطار تعمل وزارة الداخلية على تأمين السلامة للمتواجدين مدفع واحد لجميع المدافع خلك جاهز وانتظر العد ثلاثة اثنين واحد اربع مدفع الإفطار يمثل موروثا تاريخيا وتراثيا وتقليديا متبعا ارتبط بشهر رمضان المبارك وروحانيته حيث اعتاد المواطنون والمقيمون حضور هذا المشهد والاستمتاع بلحظاته مدفع رمضان هو موروث شعبي وتاريخي لمملكة البحرين ارتبط صوت المدفع بالإعلان عن المناسبات والعياد منها قدوم الشهر الفضيل بإطلاق ثمان طلقات ويتم الإعلان أيضا عن وقت المساك والإفطار بطلقة واحدة لكل منهم يتم توزيع المدافع على جميع المحافظات الأربع وهم محافظة المحرب والمحافظة العاصمة والمحافظة الجنوبية والمحافظة الشمالية لتعميق التواصل مع أفراد المجتمع ومنهم المواطنين والمقيمين وتحث وزارة الداخلية الجمهور الكريم بالابتعاد لمسافة الأمنة عن مواقع الرماية للحفاظ على سلمتهم وخلال شهر الخير يحرص رجالات وزارة الداخلية على المحافظة على هذا الموروث من خلال ارتداء اللباس التقليدي لتأدية مراسم إطلاق مدفع الإفطار ليسترجع الأهالي ذكريات قديمة مرتبطة بهذا الموروث التراثي كان يصورونا في التلفزيون ونطالعه وساعات إذا حصلنا فرصة يودوننا نطالع وهذا الشيء حلو والشيء الوزارة الداخلية ما قصرت حطت كل مكان مدفع يذكرنا يذكر عيالنا يذكر كل شيء في إنما الأول من رمضان وهذه الأساس هو المدفع أنا وإنما أستنسلنا يا إياه حق مدفع رمضان لأنا دعمنا أشوفها في التلفزيون هذه يكون ثاني مرة أي أتوفة وويد حلو أقول حق الشرطة أنه مشكلة أنت يبون المدفع طبعا المدفع يعني أنا ذكرياتي معه طبعا وكل بحريني أو كل مسلم بالأحرى يعني إنه المدفع هو عبارة الوقت لفطار وقت اللي الناس يعني تستعد أنه هي خلاص تسمع المدفع وتسمع الله أكبر وتفطر فصار لي شيء مو نحن صغار يعني ببهاتنا الله يرحمه مكان يبوننا والحين صد ندور على نحن نحن نيب اليهال ويأخذون فكرة شوية عن المدفع يعني وزارة الداخلية تعمل بجهزية عالية لتأمين منطقة مدفع الإفطار بالشكل الكافي إلا أن المسئولية الفردية للمواطنين والمقيمين بالالتزام بإرشادات السلامة العامة عامل مهم لحماية أنفسهم وأبنائهم خلال حضورهم واستمتاعهم بهذا المشهد التراثي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر